في العاشر من كانون الاول عام الفين وسبعة عشر قرر العراق فكان صوته يعلو فوق صوت الارهاب ليسجل يوم النصر في تاريخ البطولات التي صنعها جنوده وتطوى صفحة من التاريخ استمرت نحو ثلاثة اعوام من سطوة تنظيم داعش الذي غزى بيوت العراقيين محولا وجه المدن الى خراب سيم الموصل التي تجرعت اكثر ويلات الارهاب وهي المكتوية بتداعيات ما جرى حتى اليوم انتقالة في تاريخ العراق جسدت رمزية ارواح ضحت وسجلت اسماء شهداء من اجهزة امنية وقوات مسلحة وحشد شعبي وعشائري مثل هذا اليوم نحتفل اليوم بذكرى كبيرة هو يوم النص العظيم الذي حققتموه بتضحياتكم بدماءكم واقع مجهول لمصير مدينة منكوبة يعيش شقها الايمن اليوم على اطلال الموت يوم نصر عظيم يستذكره العراقيون بانفة وشعور وطني يبعث على التفاؤل والاعتزاز بالقوات الامنية العراقية تفاؤل يريد له العراقيون من شمال البلاد الى جنوبها ان يستمر في كل ما يحتاجه الوطن من نصر على الفساد والفقر والبطالة واعلان هزيمة الفوضى التي تنهش في جسد الخارطة العراقية تنهش في جسد الخارطة العراقية